والمزيد من المتابع ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد بغا أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس دكتور بعد التحية ما هي رؤيتك للتوجيهات الرئاسية بسرعة إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات خاصة قطاع الصناعة وما هي الرسائل التي يقرأها المستثمرين المحلين والأجانب من ذلك مساء الخير يا فندم طبعا جهد الدولة الحسيس في الوقت الحالي اللي جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية كان لابد لها من مبادرة رئاسية قامت على استحداث ما يسمى بالرخصة الذهبية واللي بيمجابها بيقوم المستثمر بالحصول على موافقة واحدة بأنه ينهي كافة المعاملات والترخيص اللازمة لإقامة المشروع بتاعه طبعا بتكون هذه الرخصة الذهبية لفترة زمنية مقرة من جانب الحكومة المصرية واللي من خلالها بتقدر تستفيد الدولة من مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر اللي ممكن يتوفر نتاج هذه المبادرة بالتأكيد أن المبادرة دي بتكون موجهة ببقى من أول إلى قطاع الصناعة واللي يعني بتعول عليه الدولة كثيرا في الوقت الحالي نظرا طبعا أن احنا في أمس الحاجة إلى تعمق المنتج المحلي وأن احنا نعالج الفجوة الاستراضية الموجودة في بلدنا وأن احنا قدر المستطاع نحاول نوطن الصناعات اللي الدولة المصرية محتاجها سواء في الفترة الحالية أو في الفترة المقبلة فبالتالي هذا نوع من التحفيز وهذا نوع من تنشيط الاستقطاب لمجال رأس المال الأجنبي أو رأس المال المحلي اللي ممكن يدخل فيه صناعات موجهة من قبل الدولة خلال الفترة الحالية إذن دكتور يمكن القول أن الرخصة الاذهبية كفيلة إلى حد كبير بجذب استثمارات عالمية في قطاع الصناعة بالطبع يا فندم هو طبعا احنا بنسهل على المستثمر قدر الإمكان خاصة أن احنا عندنا مجموعة القوانين المنظمة لهذا الأمر في الوقت الحالي ولكن عندنا معوقات هما طبعا البطء الشديد في تنفيذ الإجراءات من جانب الجهاز الإداري للدولة فكان لابد من إيجاد وسيلة سريعة وحل سريع يتمثل في هذه المبادرة اللي طبعا بتطمن المستثمر وبتقوله أنه إجراءاتك تكون منتهية بمثابة فقط حصولك على هذه الرخصة اللي بتنهي كافة الموافقات اللي ممكن تحتاجها لإقامة المشروع اللي ممكن تستغرف فيها وقت زمن طويل نسبيا أعتقد مثل هذه الرخصة كانت طوقنا بالنسبة للإستثمار أنه يدشن بشكل سريع جدا لكنها ستسهم بشكل كبير في تهيئة المناخ الاقتصادي للمستثمرين وتساهل عليهم وتدعب الصناعة أيضا بالطبع وهو ده الهدف المنشود لأنه زي بقولت لحضرتك حضرتك ممكن تقولي مجموعة قوانين كتيرة جدا ومنظمة كتيرة جدا ولكن ممكن يجي موظف ويعرق لكل هذه الأمور بالتالي لابد من يعني جرين كارد كده أو كارت دخول بالنسبة للمستثمر أنه يضمن سلامة كافة إجراءاته حتى ولو كانت غير مكتملة المبادرة الحقيقة بتهيئ للاستثمار أرض خصبة جدا أنه يوفق أوضاعه وأنه يستكبل إجراءاته بمثابة حصوله على هذه الرخصة الغابية اللي احنا في الوقت الحالي محتاجين هذا الأمر يعني احنا بنشوف تصارعه من جانب دول العالم في جذب الاستثمارات في قطاعات الصناعة بالتالي مصر لديها فرص مهيئة جدا خاصة بعد الإجراءات الإصلاحية اللي حصلت في الأقتصاد المصر خلال الفترة الأخيرة وهناك مستخدر واع في قطاعات كتيرة جدا في الأقتصاد المصر طبعا أهمها قطاع الصناعة ونحن في أمس الحاجة لذلك صحيح بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد بغا أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس كنت معنا عبر الهاتف